المركزي من خفض السعر هو عالج قرار سابق لم يكن قراراً مدروساً في رفع سعر الصرف يقترب العراق من السيناريو اللبناني الانهيار الاقتصادي على شفى حفرة وأيام الحصار قد تعود قريباً وكل ذلك إذا استمرت السياسة الاقتصادية للبلاد على النحو الذي تعيشه اليوم خبراء اقتصاديون حذروا من تكرار الانهيار الاقتصادي الذي حدث في تسعينيات القرن الماضي خلال السنوات القليلة المقبلة وتكرار سيناريو لبنان في العراق وتستند التحذيرات على أن البلد سيذهب إلى الدمار حال بقي يعتمد على الاقتصاد الريعي سيما وأن التقارير الدولية التي تأتي إلى العراق حذرت من بقاء الاعتماد على النفط كما أن تحذيرات البنك الدولي تنذر بسيناريو مشابه للبنان وتشير التقارير الواردة من البنك الدولي إلى أن العراق سيكون عاجزاً على المدى القريب من دفع رواتب الموظفين الحكوميين وذلك بسبب التعيينات الكبيرة التي أجرتها حكومة محمد الشياع السوداني وأمام كل تلك الضغوط قد تجد الحكومة نفسها مضطرة لتسريح مليون موظف على أقل تقدير لتوفير رواتبهم وفقاً لمصادر تحدثت لوان نيوز وبحسب الأرقام المعلنة في أحدث تقارير للبنك الدولي تشير إلى أن إجمالية دين العام يعادل ستة وسبعين مليار دولار موزعة على خمسة وخمسين مليار دينار داخلياً وواحد وعشرين مليار دينار خارجياً في حين أن الديون يستطيع العراق تسديدها بسهولة لأنه يمتلك ناتجاً محلياً مرتفعاً ويخسر العراق سنوياً ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار جراء استيراده المشتقات النفطية رغم امتلاكه ثاني أكبر احتياطياً للنفط في منظمة أوبك